مشاركة المعرفة خطوة غير مسبوقة بدأ بها الدكتور علي الحطاب في محافظة الديوانية من خلال نشر دعوة على مواقع التواصل الاجتماعي لكل المهتمين بقراءة الكتب لاستعارة كتاب من مكتبته من خلال ملاحظتنا للترد الواضح في مستوى الوعي والثقافة فكرنا وبوجود مئات الكتب لدينا في البيت بالاستفادة من عدها من خلال محاولة نشرها فأسسنا لمشروع من على مواقع التواصل الاجتماعي لفيسبوك مشروع اسم ثقف نفسك بالمجان عرضنا به الكتب الموجودة عدنا من خلال الصور يقوم المستعير فقط بالإشارة إلى اسم الكتاب وخلي عنوانه ورقم تليفونه واحنا ننتقل إليه ونودي له الكتاب وبعد قراءته أيضا ننتقل إلى موقع الاستلام مالته ونعيد الكتاب حصلت بعض الطرائف البعض صور أنه استعارة الكتاب هو امتلاكه وبالتالي اصطرنا أن نشتريه من عنده البعض أنه فكر استرداد المالي عندما يجيب الكتاب بتكسي يعني هو حق طبعا لأنه أغلبهم المستعيرين كانوا المرة الأولى في حياتهم يقرؤون الكتاب وهو هذا الهدف الأساسي من المشروع مثقفون أكدوا على أن بعد اطلاعهم على منشور الحطاب بادروا إلى استعارة الكتب منه ومساعدته في نشر فكرته عبر أصدقائهم يعني حقيقة الأمر استهواني وجذبني المنشور عندما قرأت أنه هكذا مشروع سيكون في دار الدكتور علي حطاب توجهت واستعاريت ثلاث كتب أو أربعة ومن الملاطفة أنه الكتاب الرابع يعني كان من نصيبي شغلنا الحقيقة هذه الأمور السياسية والمعايشية الصعبة وشغلتنا عن قراءة الكتاب فبدو يعني مسألة لا أرادية لقيت روحي أخافر دكتور علي وأستعير من عدة والحقيقة أنا هني على هذا المشروع وأيضا أنا ساهمت بصورة مباشرة وغير مباشرة بالتثقيف لها كذا مشروع من خلال أصدقائي من خلال زملائي بالعمل دكتور وصف إن فرحتك هذا المشروع لا أستطيع أن أصف الشعور بالفرح الكبير والغامر عندما أساهم في تثقيف شخصا واحد وما يسعنا إلا في نهاية هذا التقرير أن نقول خير الناس من نفع الناس سعد الصباغ قناة الرشيد الديوانية